بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب النات أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقوا ناسا أما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهل لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنرخننهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوهي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء مصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من سيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أسقالهم وأسقالا مع أسقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقوم يعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فرثه عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْعِرُوا اللَّهُ الْحَلْكَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إن ذلك على الله يثير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينفع النكأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير وعذب من يتاء ويرحم من يتاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نطير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا بالرحمة أولئك يأسوا بالرحمة وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوسانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناطرين فآمن به لوط وقال إني مفاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب ويعقوب وجعلنا في ذريتهم نبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأسون الفاحشة فما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأسون الرجال وتقطعون السبيل وتقطعون السبيل وتأسون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبهم وضاق بهم درعا وقالوا لا تحف لا تحزن إنا مندوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منذرون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفتقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر وارجوا اليوم الآخر ولا تعتوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من متاكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فقدهم عن السبيل وكانوا مستبطرين مقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أحدنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاطبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أعرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجعل بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لغتاب المبطنون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يطلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاصرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأسينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن تحت أرجلهم ويقول دوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فيا يتعبدون كلنا سن ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة عرفا عرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فيطيب لإخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بمدينة جدة أن تكمل معكم رحلتها في مصحف الشيخ عبدالله خياط أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وتخر الشمس والقمر وتخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنا يؤفتون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويطدع له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعفلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب الحق لما جاءه أليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحكمين موسيقى